شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعاله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق الله العلي العظيم قبل أن نتحدث عن كيفية تكون الملكات في داخل النفس لا بد أن نشير إلى دور الملكات في حياتنا ما هو الدور الذي تلعبه الملكات النفسية في حياتنا نحن البشر الحقيقة يمكن أن نقول بأن الملكات لها دور كبير في كل خطوة من خطواتنا يعني كل عمل نقوم به نحن البشر كل فعل كل رد فعل كل كلمة نقولها وكل موقف نتخذه يرتبط بطبيعة الملكات الموجودة في نفوسنا لماذا؟ لماذا؟ لأنه كما أنه في الوجودات الخارجية لا بد أن تكون هناك مجانسة بين العلة وبين المعلول يعني العلة عندما تصدر أثراً معيناً نحن نسأل لماذا هذه العلة تصدر هذا الأثر بعينه لا بد أن تكون هناك خصوصية في ذات العلة بحسب هذه الخصوصية اقتضت هذا المعلول المعين وإلا إذا لم تكن هناك خصوصية معينة لصدر كل شيء من كل شيء النار لماذا تعطي الحرارة؟ لأن في ذات النار في طبيعة النار أكو هناك خصوصية معينة وهذه الخصوصية المعينة تنسجم مع الحرارة ولذلك النار تعطي الحرارة ولا تعطي البرودة الثلج لماذا يعطي البرودة؟ عبثاً بدون خصوصية؟ لا أكو هناك في ذات الثلج خصوصية معينة هذه الخصوصية تنسجم مع طبيعة البرودة ولذلك عندما نضع الثلج في الماء نجد أن الماء أصبح بارداً هذه المعادلة معادلة الإنسجام بين العلل وبين المعلولات مو فقط موجودة في عالم الخارج موجودة أيضاً في عالم النفس يعني النفس الإنسانية يجب لكي نلاحظ طبيعة العمل الذي يصدر منها لازم نلاحظ طبيعة هذه النفس إذا كان طبيعة النفس طبيعة الملكات الموجودة في هذه النفس طبيعة عليينه عليين الطبيعة العليينية العمل يكون مناسب ومنسج مع هذه الطبيعة وإذا كانت الطبيعة طبيعة سجينية الملكات الموجودة في هذه النفس كانت ملكات سجينية هذه الأعمال التي تصدر من هذه النفس تكون أعمال سجينية طبيعة العليين وطبيعة السجين هذه الطبيعة تنسجم مع نوع العمل الذي يصدر منا ولذلك الإنسان قبل وجود الملكة يضطر للتوقف أمام كل عمل اللي ما عنده طبيعة عليين وما عنده طبيعة السجين هذا الإنسان عندما يقف على مفترق الطرق يضطر إلى التوقف فوالله لا أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطريني هذا الإنسان يقف طويلا على مفترق الطرق ولكن إذا تكونت الطبيعة اختمرت النفسية بعد ما هناك توقف بمجرد ما يعرض عليه خيار معين ذو الطبيعة السجينية المستحكمة فورا يختار جانب الشر والرجل الذي عنده طينة عليين فورا وبلا تأمل يختار جانب الخير الآن انتوا لاحظوا نأتي بمثال بسيط على دور الملكة الطفل عندما يولد في أبسط أمور حياته ما عند ملكة الطفل ما يتمكن يمشي والآباء يلاحظون أن الطفل كم يعاني حتى يمشي خطوة واحدة ما يتمكن يمشي يمشي خطوة ويسقط لأن هذا المشي ما تحول إلى ملكة هذا الطفل ما عند ملكة المش ولكن بعد مدة المشي يتحول إلى ملكة في داخله هذه الملكة تجعله يمشي بكل سهولة واحد من الأطباء يقول في كتابة أن مشي الطفل على الأرض أعظم من تحليق الطائرة في الفضاء لأن كل عملية معقدة عملية المشي ولكن عندما تحولت إلى ملكة تصدر بكل سهولة وبكل يسر الألفاظ التي يتكلم بها الطفل هذه الألفاظ عملية معقدة كل حرف يحتاج إلى تعليم يحتاج إلى تفكر وإلى تروي ولكن بعدما تحول الكلام إلى ملكة يتكلم الإنسان بلا التفات وبلا احتياج إلى الالتفات مثل هذه الصلوات التي يصليها كثير مننا فقط يلتفت عند قوله الله أكبر وعند قوله السلام عليكم شنو مسوي في هذه الفترة هذه الكلمات صدرت منه طبيعية بعد ما تحتاج إلى تأمل ما تحتاج إلى تفكر الشيخ عبدالزهراء الكعبي رحمة الله تعالى عليه هذا حب الحسين صلوات الله عليه كان مختمر في طينته هو كان خادم للحسين صلوات الله عليه وكان مو فقط خادم متفاني وله قصص كثيرة على ذلك هذا ينقل عنه كان ينقل واحد من الأخوة يقول أنه في بعض الأحيان الشيخ كان نايم في بيته في غرفته يقوم من النوم على صوت بكاء أمه أمه داتبشي هو يقوم من النوم يشوف أمه قاعدة مخلي العباية وتبكي يتعجب شنو القضية في منتصف الليل يقول شنو صاير يقول أنه ما صاير شيء أنت في المنام هذا الحب حب الحسين عشق الحسين الولاء للإمام الحسين هذا مختمر في داخل طينته في داخل نفسه في المنام تقرأ قراءة حتى نايم أنا قمت قراءة مجانية قمت وأبكي لأجل قراءتك هكذا الملكة عندما تحدث في داخل النفس توجه يقضة الإنسان منام الإنسان سلوك الإنسان اختيار الإنسان في الحياة توجه كل جزئية جزئية من جزئيات حياة زين كيف تتكون الملكة ملكة السجين كيف تتكون وملكة عليين كيف تتكون الجواب أكو هناك ثلاثة مراحل أو ثلاث مراحل المرحلة الأولى الحركة والمرحلة الثانية الحالة والمرحلة الثالثة الملكة الملكة البداية هي الحركة والنهاية هي الملكة الحركة يعني شنو؟ يعني الفكرة التي تفكر فيها إحنا من الصباح للليل في شنو نفكر الفيلسوف المشهور يقول قل لي في ماذا تفكر أقول لك من أنت إحنا من الصباح للليل في شنو نفكر هذه حركة نفسانية التفكير حركة نفسانية الإرادة حركة نفسانية الشوق حركة نفسانية البغض حركة نفسانية كل حركة سواء كانت حركة نفسانية أو كانت حركة خارجية كل حركة تؤثر في حصول الملكة هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية مرحلة الحالح يعني هذه الحركات تأثر في تلوين باهة للنفس هذا التلوين مو مستقر هذا التلوين تلوين خافت تلوين خفيف يلون النفس النفس يكون إلها التوجه معين لكن هذا التوجه توجه أولي هذا يسمى بالحالح هذه الحالح تشتد تستحكم تستحكم فتتولد الملكة إذن البداية في الصفات الطيبة وفي الصفات الشريرة الحركة بعد ذلك الحالح بعد ذلك الملكة نأتي إلى صفة التقوى التقوى شنو معناها التقوى التي هي جماع لكل خير يعني الإنسان المتقي هذا معناه مصدر لكل الخيرات التقوى هل هي حركة نفسية أو بدنية؟ يعني واحد يصلي هذه تقوى؟ لا واحد يترك الغيبة هذه تقوى؟ لا التقوى ليست بمجرد فعل أو ترك هذه ربما تكون مقدمة للتقوى ولكنها ليست هي التقوى الترك ربما يكون متأثر بعوامل خارجية الترك ربما يكون ترك الضعف لأنه واحد ضعيف ما يقدر؟ لماذا لا يعصي؟ لأنه لا يقدر ما عنده فلوس حتى يعصي الله بها أو يطيع الله بها ماكو هناك محيط اجتماعي موبوع حتى يعصي الله أو يطيع الله هذا لا يسمى تقوى الترك والفعل لا يسمى تقوى يقال في الأمثال أنه رجل كان قد ذهب إلى الصحراء هذا حطاب من الحطابين راح إلى الصحراء ورأى ثعبان ميت أو حية ميتة قال أفضل شيء أنه ناخذ هذه الحية الميتة ونأتي بها إلى المدينة ونستفيد من جلدها أخذ الثعبان أخذ الحطاب ووضعه على ظهره وعنده شال الشال الذي يلف على الظاهر فأخذ الثعبان ووضعه في الشال حتى يروح للمدينة ويستفيد من جلد هذا الثعبان في الأثناء الحية في الواقع ما كانت ميتة الثعبان ما كان ميت ولكن البرد كان قد أثر عليه الدنيا باردة كانت وأصاب هذا الثعبان بالضاعف محطف الشال الشال الصوفي شوية شوية بدأت الحرارة تدب في أوصال هذا الثعبان اجتمعت الحرارة دبت الحرارة دبت الحرارة تقوى شنو سوى عاد إلى طبيعته الأولية وأخذ يلتف على بطنه وظهر هذا المسكين راد يتخلص ولكن بعد ماكو خلاص ضغط عليه وضغط عليه إلى أن قتله هذا مثل مثل النفس نفس أجدرهاص كي أمر دأس أزغم بآلتي أفسر دأس ما يقدر ما عند أموال حتى يخمس أو لا يخمس فالتكليف ساقط عنه مو تاجر كبير حتى يمتحن بامتحان المادة ماكو هناك جوم فتح حتى يستطيع أن يعمل فيه ما يعمل ولذلك هذا الرجل يفعل ويترك ولكن عندما تأتي اللحظة الحاسمة تحدث هناك قضية وإذا بالنفس مرة واحدة تحيا والنفس تقتحم في المهلكة وتقتحم في الحرام أكو في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يؤتى بالعبد يوم القيامة وله من الأعمال كجبل أحد هواي عند أعمال طيبة ولكن يؤمر به إلى النار فيقال لماذا فيقول الله سبحانه وتعالى لأنه هذا كان رجل طيب ولكن عندما كان يعرض له الخرام كان يثب عليه عندما ماكو هناك نزاع اجتماعي رجل طيب ولكن متى تظهر الملكة الحقيقية والحالة الحقيقية عندما يصير نزاع اجتماعي قل يصير نزاع بين الزوجة والزوجة نزاع بين الأقارب نزاع بين الأصدقاء هنا تتبين حقيقة النفس ولذلك الفعل والترك هذا ليس مهما في حد ذاته الحالة وحدها لا تكفي المهم حصول هذه الملكة إذا الملكة حصلت الإنسان بتأييد الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله يستطيع أن يقاوم يستطيع أن يشتن أما إذا الملكة ما حصلت فإيمان الإنسان إيمان معار عارية تعطى وتسترجى لذلك في الواقع من الضروري أن الإنسان يحاول إيجاد ملكة التقوى مو حالة التقوى مو فعل التقوى فقط ملكة التقوى في أعماقه هذا مطلع المطلع الثاني أن ملكة التقوى لها شعب ولها فروع أدنى هناك التقوى السياسية التقوى الاقتصادية التقوى الجنسية إلى آخر هذه الشعب ولكن أهم مسألة في التقوى أن يلاحظ الإنسان ما لا يدعه الله أكو هناك أشياء من المحتمل أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنها هناك بعض التجاوزات الشخصية وآخرون مرجون لأمر الله الله سبحانه وتعالى من الممكن أن يتجاوز عنها ولكن أكو هناك تجاوزات الله سبحانه وتعالى لا يتجاوز عنها إطلاقا أصعب ساعة كما ورد في الكافي من ساعات يوم القيامة عندما يؤتى بشخص عليه حق حق يعني شنو؟ يعني اغتاب الإنسان شخصا أكل ما لشخص يؤتى به يؤخذ بيده ويوضع في مكان يشهده جميع الخلائق يقال أيها الناس من عند مظلم عند هذا الرجل فليأت وليقتص منه هذا مو خاص بالحقوق الشخصية ربما تكون الحقوق العامة أعظم من الحقوق الشخصية عقيل عندما جاء إلى الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه قال أنا مديون مئة ألف درهم يعني عشر تالاف دينار كان مديون وفي يوم إن شاء الله سوف نفصل عقيل ليش كان مديون عقيل كان رجل كريم أهل البي صلى الله عليه معدن الجود والكرم فأي واحد يجي يطيل فلوس فكانت تركبه الديون قال أريد منك عشر تالاف درهم الإمام صلى الله عليه قال اصبر إلى أن يجي عطائي أنا أطيك من عطائي عقيل قال للإمام فوق السطح كانوا رايحين مشرفين على مدينة الكوفة يتعشون الإمام فرش له مائدة متواضعة فوق السطح وعقيل والإمام يتعشيان هذه الرواية مذكورة في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله عليه فقال شون قيمة عطائك إيش قد تحصل أنت من العطاء حتى تعطيني من عطائك ولو وطيتني كل عطائك إيش قد قيمت قال الإمام إذا ما تقبل هذا الحل بسيط أخذ سيفك وروح إلى الحيرح الحيرة مدينة بقرب الكوفة أكو في الحيرة تجار أغنياء تجار مياسير موسر يعني غني جدا روح واقتحم بيوتهم واخذ كل ما أمكان وحل مشكلتك بهاي الطريقة فتعجب عقيل الإمام شنو يقول قال للإمام صلوات الله عليه أو تأمرني بأن أسرق من مال المسلمين أروح للحيرة وأبوغ أموال الناس فقال له الإمام وأنت تدعوني إلى ما هو أسوأ من ذلك أنت إذا تروح بيت تاجر وتسرق من أموال أنت تسرق مال شخص واحد ولكن هذه الأموال أموال كل المسلمين كيف تدعوني إلى سرقة أموال كل المسلمين من الناحية الشرعية ربما تكون الخيان في الأموال العامة أعظم من الخيان بالأموال الشخصية يعني واحد يسرق مال شخص هذا إلى مرتبة من القبح ولكن أن لا يدفع الإنسان حق الله سبحانه هذا يعتبر خائن لكل المسلمين وحسب هذه الرواية التي يريدها العلامة المجلسي في البحار أسوأ حالا من من يسرق أموال الآخرين لأنه هذا المال الذي تعلق به حق الله كان يشبع به ألوف الجياع من وراء جوع هؤلاء الجياع هذا الرجل الذي لا يعطي حق الله هذا هو المسؤول عن ذلك النساء الأرامل الأطفال اليتام الفقراء من وراء فقرهم الذين لا يدفعون إليهم هم وراء فقرهم في الرواية في الوسائل راجع الوسائل في باب الخمس يقول إن الله سبحانه وتعالى قدر في أموال الأغنية غنم يعني تاجر كل من عند أكثر من مؤون السنة يعتبر غنيا مؤونة السنة يعني كم يكفيك في كل سنة عشرة آلاف دينار إذا عندك عشرة آلاف دينار وعشر دنانير فأنت غني بل حتى الذي عنده مؤونة السنة فقط يعتبر غنيا في منطق الشرق اللي عند أكثر من مؤونة السنة الله سبحانه وتعالى قدر هذه العشرة الإضافية لجميع المسلمين إذا لم يدفع هذا معناه أنه خان جميع المسلمين بنص هذه الرواية مو فقط خان المسلمين ظلم المسلمين اقرأوا هذه الرواية في الوسائل يقول إن من أشد ساعات القيامة عندما يؤتى بالشخص وقد غصب درهما من حق آل محمد الله سبحانه ومحمد فيقال له هذا الظالم لحق آل محمد الظالم لآل محمد أكو في الرواية إن هذه الحقوق عوننا يعني عون أهل البيت على ديننا فالرجل صاحب العروة رحمة الله عليه يقول ومن منع منه درهما كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم فعندما نقول نلعن من ظلم آل محمد هذا داخل فيه لأنه دين آل محمد كيف ينتشر مذهبهم كيف ينتشر الحسينيات كيف تبنى المساجد كيف تبنى تبنى بهذه الأموال الإنسان أهم ما يجب أن يواضب عليه ألا يخون فيما لا يدعه الله هذا من أهم الأشياء ومن أهم مصاديق التقوى التقوى في هذه الأمور نذكر شاهدا صغيرا حول بعد آخر من أبعاد ما لا يغفره الله وننهي الحديث واحد من الأشخاص كان له تلميذ هذا التلميذ هذا التلميذ يدرس عند هذا الأستاذ هذا التلميذ ينقل هذه القصة يقول في يوم من الأيام أستاذي كان ضد عالم معين أحد العلماء هذا الأستاذ كان ضد ذلك العالم كان يقول أن هذا عالم ضال أن هذا عالم منحرف اعتمادا على أشياء سمعها مو تحقيق لا هالشكل يقول أنا كنت أنصح أنه أستاذي أنت ليش تتكلم حول العلماء بشيء لا تعرفه حسا أكو هناك ظالم معين التكلم ضد الظالم لا إشكال فيه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم التكلم ضد الظلم جائز بل مستحب بل في بعض الحالات واجب ولكن أنت هذا رجل عالي ليش تتكلم ضده يقول هو كان مصر يقول في يوم من الأيام كنا قاعدين في مكان فتكلم هذا الرجل الأستاذ ضد ذلك العالم كان واحد من مؤيدي ذلك العالم في المجلس يقول قال أنت تنسب هذا الكلام إلى ذلك العالم وين قال هذا العالم هذا الكلام وين قال هذا الكلام اللي تتهم بهذا الكلام وبهذه التهمة يقول قال في فلان كتاب ذاك العالم عنده كتاب العالم ميت طبعا قبل أكثر من مئة عام مكتوب في ذاك الكتاب يقول يقول أنه أنا ذاك الرجل قال جيب الكتاب جاء بالكتاب كتاب طبعة حجرية قديمة كتاب ضخم كم مجلد قال طلع الكلام يقول هو ما شايف الكلام هالشكر سامع من الناس ويقول يقول أخذ ما يتمكن يقول أنا ما شايف أنا ما سامع يقول أخذ الكتاب وأخذ يورق منا منا المجلد الأول المجلد الثاني ويباوع ووجه محمر والعرق يصبب منا وما إلى جواب يقول مدة تقريبا ربع ساعة على هذه الحالة إلى أن بان عليه الإعياء يقول أنا قلت جيب الكتاب التلميذ أنا أعرف وين ذاك العالم قال لهذا الكلام بس أستاذي ما يعرف قال جيب الكتاب أخذ الكتاب وورقت قلت هاي الكلمة هذا العالم قال هذا الكلام يقول هو افرح أستاذي قال هذا الكلام ذاك الرجل قال صحيح قال هذا لكن هذا الكلام مو معناته هذا إلى معنى ثاني أنت كيف تقول بأن هذا الكلام يعني هذا المفهوم؟ لا هذا الكلام مو معناته هذا إلى معنى ثاني المعنى اللي أنت فهمته مو مقصود ذلك العالم يقول المهم صار بحث أنه هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى لو مو ظاهر وانفضل ميز وافترق يقول بعد ما طلعنا أستاذي باوعني بنظر غاضبة وقال لي أنه أنت خنت بي في هذا اليوم أنت اللي تعرف هذا العالم قائل هذا الكلام في فلان مكان ليش ما قلت لي من الأول أنت تعرف ليش ما قلت لي من الأول خجلتني أمام الناس ربع ساعة تقريبا تاركني هالشكل أصفح في هذا الكتاب يقول قلت لي يا أستاذي أنا في هذا المجلس كنت حاضر أنت بعد عدة أيام توضع في قبرك ويأتي نكير ومنكر إذا ما كنت متكلم ضد ذلك العالم نكير ومنكر ما يسئلك ليش ما تكلمت ضد ذلك العالم رجل عادي هذا مو ظالم حتى تتكلم ضد ظالم من باب أنها وظيفة شرعية رجل عادي قايل فاتكلا إذا ما تكلمت ضد ذلك العالم نكير ومنكر ما يسئلك ليش ما تكلمت ولكن نكير ومنكر إذا سألوك ليش تكلمت ضد ذلك العالم وجاءوا لك في قبرك بالكتاب كنت تتمكن تطلع ذا هذا المكان شنو كان جوابك أمام نكير ومنكر أنا في هذا المجلس وجدت أنقذتك من حراجة الموقف لكن هناك أكو واحد ينقذك يقول شوي يفكر وقال كلامك صحيح ومن ذلك اليوم لم يعد يتكلم ضد عالم الحقيقة أهم شيء في التقوى أن الإنسان يلاحظ ما لا يتجاوز عنه الله الخيانة في أموال الناس لا يتجاوزها الله التكلم في أعراض الناس واغتياب الناس لا يتجاوزه الله الإنسان يجب عليه أن يوجد في نفسه هذه الملكة حتى الله سبحانه وتعالى يوفقه في حياته ويجعل عاقبته إلى خير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجعل عاقب أمورنا خيرا وصل الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة